الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثامن والعشرين من مارس تطورات هم ولافتة القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية في محور دانياتسك وتواصل التقدم في مدينة نوفو مخاليفكا أحبائي تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى القناة لدينا الكثير من الأخبار طبعا سنبدأ باتجاه القرم حيث تم إسقاط طائرة روسية قضف الطيار نفسه في شبه جزيرة القرم وسقط في البحر قام الصيادون المحليون بإمساكه وطبعا وضعه على مركب وأخذه إلى الشاطئ الطائرة تم إسقاطه على ما يبدو نتيجة خالفني أو ربما نتيجة نيران صديقة الظروف لم توضح حتى الآن ما الذي حصل أما فيما يتعلق باتجاه القرم نفسها أيضا يتم شحن المزيد من منظومات الدفاع الجوي إلى القرم يبدو أن الروس يستعدون لموجة قصف عنيفة من قبل القوات الأوكرانية لذلك ينتظر ما الذي سيحصل ولكن يبدو أن الروس يحاولون أن يكونوا على تم الاستعداد لأي ضربات أوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم إضافة إلى ذلك دوما كنت أقول لكم منذ عام تقريبا أن القوات الأوكرانية تخيلوا وقامت بالهجوم بمئات الطيارات باتجاه شبه جزيرة القرم وليس بالعشرات كيف سيتم التصرف على هذا الأساس؟ هل ستكون القرم قادر على التصدي بأعظمة الحرب الإلكترونية بأن نرى بمنظومات الدفاع الجوي لهذه الطائرات هذا يبقى التحدي الأكبر أمام القوات التابعة للدفاع الجوي الروسي إضافة إلى ذلك أريد أن أضيف أن فرنسا عادت أنها ستقوم بتقديم 400 طائرة بدون طيار للقوات الأوكرانية هذا نضيفه جميعا إلى ما يحصل باتجاه دعم القوات البحرية الأوكرانية بالقوارب الآلية وبالصواريخ المضادة للسفن وغيرها التي يمكن استخدامها في شبه جزيرة القرم أما فيما يتعلق باتجاه الجبهات والتقدم في نوفمير خليفكا قامت القوات الروسية بتوسيع سيطرتها في المدينة سيطرت على هذه المساحة باللون الزهري تقدمت انطلاقها من هذا الموقع حيث تقدم الفوج 102 وسيطر على هذه المنطقة باللون الزهري منطقة يمكن القول بامتداد 1.36 كم وبعمق 200 متر إضافة إلى ذلك قامت وحدات من الفوج 255 ولواء 155 بحرية بالسيطرة على كامل هذه المنطقة أيضا منطقة بعمق 1.07 كم إضافة بعرض 800 كم القوات الروسية تبسط سيطرتها على الأجزاء الشرقية كاملة من هذه المدينة إضافة إلى ذلك قامت القوات الروسية بتوسيع سيطرتها وتقدمت وسيطرت على هذه المنطقة هنا في وسط نوفمير خليفكا إذن نحن نتحدث الآن باتت المعركة في الأجزاء الوسطى والغربية من البلدة هل ستنجح القوات الروسية بالسيطرة على هذا الجزء المتوقع بسرعة أم لن تنجح إطلاقا أم ستحتاج وقتا هنا أتمنى من حضراتكم كتابة آراءكم في التعليقات إضافة إلى ذلك تستمر الاشتباكات والضربات الروسية على مواقع التحسينات الأوكرانية التي تشاهدونها هنا بالخط الأزرق القوات الروسية تقوم باستهداف التحسينات الأوكرانية لاختراكها من الأجزاء الجنوبية إضافة إلى ذلك تم إدخال اللواء 14 قوات خاصة روسية يتم استخدام الطائرات بدون طيار مع المدفعية وغيرها من الصواريخ لتحديد الأهداف الأوكرانية واستهدافها في محيط البلدة هناك دوما محاولات إرسال تعزيزات للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه إذن تقوم الوحدات الروسية برصدها وتصحيح الأهداف في حال لم تتمكن من إصابتها من أول مرة وبالتالي معارك عنيفة تجري هنا بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية تشاهدون أرقام الأفواج والألوية والكتائب بالأرقام للروس والأوكران على حد سواء لذلك ننتظر ما الذي سيحصل وكيف ستحصل نتيجة هذه المعركة الأمر الإضافي الآخر هو في محيط مارينكا تحاول القوات الروسية مواصلة هجماتها باتجاه يوريفكا ضغط كبير من قبل القوات الروسية للسيطرة على هذه المنطقة ولكن لا نتائج حتى اللحظة منذ الأمس تحاول الوحدات الروسية إضافة إلى ذلك تستمر العمية العسكرية في محيط أفديفكا في كطاع أفديفكا باتجاه السيمينيفكا فبعد التقدم الصباحي وأنا أتمنى على حضرتكم دوما متابعة جميع الفيديوهات هناك اليوم اثنين فيديو قبل هذا الفيديو أتمنى من حضرتكم متابعة كافة الفيديوهات حتى تستطيع الحصول على كامل المعلومات الوحدات الروسية اللواء 137 يواصل عمليات العسكرية للسيطرة على هذه المنطقة حيث توجد المقبرة ومحيطها ويحاول التقدم لاحقا باتجاه الطريق الرئيسي ويحاول التقدم باتجاه منطقة المطار القديم والشارع المحاذي له إذن معارك كبرى تجري في هذه الأثناء بين الوحدات الروسية والقوات الأوكرانية في مسعى الروسي للسيطرة الكاملة على بيرديتشي هل ستنجح القوات الروسية؟ هذا ما سننتظره وهذا ما سيكشفه الوقت فيما يتعلق باتجاه سامينيفكا الوحدات الروسية أيضا تقدمت صباحا سيطرت على هذه المنطقة وتحاول التقدم منها وتحاول التقدم على طول هذا الطريق الدفاعات الأوكرانية الموجودة هنا تحاول التصدي استهداف القوات الروسية المهاجمة ومنعها من تحقيق أي تقدم أيضا المعارك باتجاه تونينكي مستمرة وحدات الطائرات بدون طيار الأوكرانية تقوم بعملية استهداف كثيفة بالطائرات بدون طيار لأفدييفكا وغيرها من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية لذلك تقوم وحدات الدفاع الجوي الروسية بإسقاط بعض هذه المسيارات لذلك جهد كبير من كلا الطرفين في محاولة استهداف مسيارات الطرف الآخر فيما يتعلق باتجاه أوشارتيني والمنطقة هنا ما زالت هادئة التركيز بكامله هو باتجاه باديتشي وسامينيفكا لننتظر ما الذي قد يحصل غدا أما فيما يتعلق أحبائي باتجاه بخمط هناك ضربات كثيفة وضخمة للقوات الروسية باتجاه تشيفكا نفسها ربما تحاول الوحدات الروسية تصفيت بعض الأهداف القضاء على بعض المواقع حتى تتمكن الوحدات على الأرض من التقدم بسؤولة كذلك تستمر المواجهات في الأجزاء الغربية من محيط بلدة إيفانيفيسكي حيث تدور اشتباكات بين كلا الطرفين أما فيما يتعلق ببودانيفكا فطبعا الاشتباكات مستمرة دون أن يكون هناك أي تغييرات في خريطة السيطرة لمن يسأل عن كريمينا وعن بيلوريفكا الأمور ما زالت على حالها لا تغييرات إضافية الأمر الإضافي الآخر أحبائي هو مواصلة القوات الأوكرانية عمليات الاستهداف باتجاه بيلغوراد وفي نفس الوقت تقوم القوات الروسية بقصف عنيف باتجاه خاركيف فعلا العملية هنا عبارة عن استهداف واستهداف يمكن قول مضاد معركة مدفعية بين كل من الطرفين إضافة إلى ذلك تستمر محاولات القوات الروسية لاستهداف البنية التحتية للقوات الأوكرانية كان أخيرها استهداف إحدى المناطق طبعا في هذه المنطقة كان هناك استهداف للقوات الأوكرانية طالت هذه الضربة ورشة مخصصة في إنتاج المحركات وحدة التوربين وغيرها للسفن طبعا إضافة إلى ذلك ما كان يتم تجميع فيه يمكن المراكب الآلية القوارب الآلية التي تحدثنا عنها كثيرا إذن أحبائي معركة كبرى في المناطق الخلسية نتيجة الضربات ومعارك أكبر في الجبهات الأمامية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا أرسلت أو آنت ألمانيا نقل حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا خمس مركبات إصلاح إضافة إلى التسع مركبات قيادة مجنزرة ست مركبات لإزالة الألغام اتنين مكينة لمد الجسور مركبات هندسية إضافية ثلاثة مركبات لأمن الحدود ستة صعاريج طبعا أربع ورعين طائرة استطلاع مختلفة خمسة أجهزة تشويش بدون طيار ذخيرة لدبابات ليوبار ثمانية عشر ألف قضيفة أيار مائة وخمسة وخمسين نظام مراكبة ساتكم ثلاثمائة وثلاثين كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء إضافة إلى ألفين ونحو مائة وثلاثين قاضفة قنابل يدوية إذن كما تشاهدون الدعم العسكري مستمر من فرنسا من ألمانيا من غيرها من الدول ولكن طبق الحرب عبارة عن خدعة ما يتم معلانه قد لا يكون هو الرقم الحقيقي الذي تحصل عليه أوكرانيا قد تكون تحصل على أكثر من ذلك وقد تكون تحصل على أقل من ذلك وصبق وقلت لكم في إحدى الضربات تم الكشف أنه تم تدمير أحد الردارات يمكن كهو صناعة غربية لم يتم الإعلان عنه أنه تم تقديمه لأوكرانيا وبالتالي هناك بعض الأمور تصل سرا وتبقى سرا في الجبهة دون أن يعلم أحد بها وهذا طبعا أمر بديهي فهذا نوع من أنواع القوة ومن الأسرار العسكرية لذلك نتوقع كل شيء في هذه الحرب حتى ذاك الحين لا تنسوا الانضمام إلى القناة لا تنسوا متابعة جميع الفيديوهات وتفعيل جرس الإنذار وليصلكم كل تنبيه حول أي فيديو أنشره إضافة إلى ذلك لا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا يمكنكم سؤالي حول التفاصيل بالتعليقات وأيضا يمكنكم الاطلاع على التفاصيل بوصف الخاص بالفيديو شكرا لكم أحبائي على وقتكم الثمين على محبتكم وثقاتكم وإلى اللقاء بفيديو آخر